خلينا نبدأ بداية نعرف ما هي القيادة جميل بداية نصبح أول شيء على أعزائنا المشاهدين لقناة رؤية وصباح الخير رندى ودانا وشكرا على الاستضافة القيادة ملخص 2020 حسب تصنيف الأمم المتحدة أكثر سنة فيها أزمات وكوارث بدأت بكورونا إن شاء الله أن تزول عن الجميع بعدين لحظنا الفيضانات والتغير المناخي فيضانات السودان زلزال أرمينيا تفشيرات مرفأ بيروت حرائق الغابات وما زالت سلسلة مستمرة في الأزمة تظهر أهمية القيادة يمكن أكثر من أهمية الإدارة الإدارة مهمة لكن تبدأ القيادة في الأزمات القيادة لها مئة تعريف بالتصنيف العالمي لكن خير ناخد عشان نساعد المشاهدين على التعريف الأبسط القيادة فن التأثير في الأتباع لتحقيق الأهداف حبيتها هاي فثلاث شروط أول شيء هي فن فيش فيها علم الإدارة بتكمل العلم فالإدارة والقيادة بيكملوا بعض في النتائج فالتأثير لذلك إذا طلب مننا أن ألخص القيادة بكلمة واحدة التأثير مش أي شخص مؤثر نعم يعني مش هي قواعد هي فن يعني فيها إبداع فن وفطرية فطرية يكتشف الطفل للقاعد على شين ثلاث سنوات نعم إلى ست سنوات طيب هاي القيادة بالشكل المجمل خلينا نحكي التعريف العام التعريف العام بدي أنت أعرف أكثر شو يعني خطر شو يعني القيادة في المخاطر لأنه زي ما حكيت هدول السنتين كانوا غريبين يعني بين خطر عادي بين مشكلة وبين جائحة عالمية تبدأ الأمور بمشكلة خلينا نعرف كل مصطلح بكلمتين عشان أسهل على مشاهدي نعم المشكلة عائق لهدف عائق لهدف صح أي مشكلة في العالم إلها حل في منهج ست خطوات ممكن نستعرض لاحقا ست خطوات من حل أي مشكلة أهملت المشكلة بدأت تتدرج إلى خطر نعم الخطر تعريفه تهديد محتمل ما زال في دائرة الاحتمال يطلب استشراف ورؤية وإحنا على قناة رؤية نعم استشراف ورؤية وتوقع وليس التوقع يبنى على طبعا مخاططات طبعا ممكن نتحدث به أهملت المخاطر وقعت الأزمة الأزمة تعريفها تهديد قائم شوفي كانت المخاطر احتمال تهديد قائم الحل إدارة وقيها دي أهملت الأزمات ولم أستطع أن أديرها وقعت الكارثة الكارثة جواها أزمات ومخاطر ومشاكل نعم والكوارث نوعين فيه كوارث من صنع الإنسان وفيه كوارث فعل الطبيعة زلازل براكين وهون ما بزبط إلا تدخل الدول الأخرى طبعا والتعاون المدولي طيب الجائحة الجائحة تصنيف فقط يصدر على الأمم المتحدة لما تشعر الأمم المتحدة أنها تجتاح كل دول العالم وكل المهن وكل الأعمار وتؤثر على الجميع تعلن الجائحة نعم تأخرت الأمم المتحدة؟ مش تأخرت الأمم المتحدة أعلنت بالضطف 11-23-20 الجائحة بدأت في وهان نوفمبر نوفمبر الصين أعلنت بـ 12 صح لكن الأمم المتحدة تصنيف الجائحة على سنة الحدوث كوفيد-19 لأنه 2019 نعم ثلاث شهور حتى أعلنت الأمم المتحدة أنها جائحة بعد ما تأكد لها أنها تجتاح الجائحة لم يكن هذا متأخراً بالنسبة لتصنيف الجائحة؟ لا لأن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تعطي حتى لا تربك الجميع أنه تصنيف هذا على ما تأكد أنه المعطيات ولاحظة إغلاق المطارات بدأ مطار عمان أغلق 14-3 نعم مطار مالكة حليارة المطارات الأخرى بعدها 15-16 كان الإغلاق التام صحيح نعم فهذه طبيعة التراكم إذا لنحل المشكلة أو نتوقع الخطر أو ندير الأزمة قبل ما نروح إلى أمور التجاه أبل ما نوصل للجائحة طيب هلأ اليوم دكتور طارق رح تعطينا كمان أمثلة عشان نشوف كيف بتطبق هاي الأمور ولكن قبل ما نيجي للأمثلة قلت إنه القائد ممكن يكون بالفترة صحيح يعني فيه بتلاقي طفل عمر خمس سنين هو قائد يعني هي بتيجي بالفترة طيب شو بتطلباتها؟ شو شروطها؟ كيف بدي أعرف هل أنا بقدر عن جد أخلق قادم الأبنائي؟ ممتاز ممتاز في دراسات غريبة يعني شوي بس ما أكيدة إنه الطفل ظاهرة القيادة فيه تبدأ على سن 3 إلى 5 سنوات ما هي سماة الطفل القائد؟ أول شي عنيد جدا 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 الطفل لا يعني العناد بس هو شخصية القائد عنيد نعم تنين الأنا عنده عالية يعني يفرض شروطه هو ليس غرور للأسف كثير من الأمهات والآباء والمعلمين يجهلوا ويعتقدوا أنه هاي يعني مشاغبة احنا ضد هاي المصطلحات في التعليم هاي المصطلحات ممنوعة في التعليم مش مشاغب يمكن احنا مش قادرين نكتشف أنه قائد صحيح حقيقة يحرك والدته وهي بتحسب حسابه أكثر من إخوانه بتحبه بس هو بيحركها حقيقة برافو في المدرسة فارض شروطه نعم الكل بيستشيره أنا وين أروح؟ مش عارف أنا مين أعطيه الصلاحيات بس هو شخصيته يحرك الجميع فالقائد الطفل يحرك جامعة واشنطن ستيت يونيفورسيتي عندها صف مسائي أطفال من سن 5 إلى 8 قادة المستقبل للولايات المتحدة الأمريكية واو طبعا يكتشف ينمى يطور يمكن عشان هيك يحكو لك عادي أنه الطفل يرفض لك طلب طبيعا ما تفرض عليه طبيعا ممكن يحكي لك لا والأفضل أنك تعطيه خيارات ما تحكي له لازم تعمل هيك شو بدك تلبس شو بدك تأكل هيك إحنا مننمي سمات القيادة بس على النقيد أيضا مش كل شخص أو طفل لا شك وسمى أنه يكون قائد لا شك يعني غياب سمات القيادة لا تعني ضعف المستقبل أو ضعف حتى بالحياة المهنية و أحيانا تكتشف في سن متأخر نتيجة ممكن أنه الأهل يعني حاولوا إخفاء الصفة باتهام المشاغب و هاي الصفات مرفوضة يعني مشاغب و صح مش عارف إيش حركة تير هاي يعني صفات مرفوضة أو عنيد أو مغرور يعني مصطلح الإنصياع أو فكرة الإنصياع بهذا العصر مش يعني لا تعادل الأدب والأخلاق بالعقل زي ما حكيت هي سمات ممكن تكون إيجابية صحي نتحدث إذن حكينا عن القيادة حكينا عن الأزمات و كيف الأطفال ممكن يكونوا خادم كيف بدنا نشوف سمات القيادة الصحيحة بالشركة أو بالمؤسسة اللي إحنا أيضاً موجودين ممتاز في حوالي 65 نظرية في علم القيادة اللي أكتر شيوعاً في التطبيقات العملية 65 أفضل نوع قيادة في الأزمات الموقفية يعني الموقفية بمعنى أنا أغير من نمط القيادة حسب الموقف نعم في قيادة تعتمد على مركزية القرار يسموها ديكتاتورية بس مش ديكتاتورية إنها ظلم نعم لا مركزية القرار أنا ما بشاور منسخ واحد متى تلزم عند الأزمات لربز عند الأزمات تبدأ بالمشورة بضيع الوقت ضياء الوقت المستنفذ في الأزمات خطر فأنا ألزم أمركز الأمور عند الأزمات في المؤسسات الأمنية العسكرية لازم تكون القيادة مركزية ما بزبط نعم طيب في قيادة مركزية بالمشورة وأخذ القرار وهذا بتاعته تحفيز الموظف لكن هاي ما بتزبط في الأزمات لأنه بتضيع وقت بتضيع وقت حبل ما أخذ قرار وإلى آخره فلذلك لازم يكون فيه فكر استباقي جاء باللا مركزية وحطينا خطط والآن بقول لك لازم تحط على الأقل لكل نوع خطر متوقع ثلاث سيناريوهات بديلة مع تجارب افتراضية مجربة على كل سيناريو مش سيناريو وحيد وتجارب افتراضية يعني مجرب طبعا اليابان البلد رقم واحد في علم الأزمات ويدرس علم الأزمات وننصح دائما اللي بدو يخذ قيادات مؤسسية يذهب إلى اليابان لأن اليابان أول إش عندك هيروشيما ونقا زاكي طبعا ضربتين نووي زلازل وبركين نعم وفوكوشيما لكن تنهت دائما طبعا وتتربع على عرش اقتصاد ما هو كيف كيف بروح الفريق الواحد والقيادة الموقفية والتجارب الافتراضية لكل نوع خطر كل مواطن ياباني بيعرف يتصرف كيف عند الزلزال بيعرف يتصرف ما بيكون في حالة من التخط نهائي الآن إحنا لو سامحوا إحنا إن شاء الله يعفل دولة من الجميع لكن أنا تخيل لو صار عند زلزال واحد لا يعي صحيح عند الأزمة يزيد معدل الإحباط والتوتر والقلق والخوف وبدخلوا كثير ناس في حالة نفسية وهذا ما حدث في كورونا في بدايتها نعم صحيح كثير ناس في أمريكا وصل مرحلة انتحار نعم مظهور الخسائر عشان بس أعطيش وصار في كورونا حسب تصنيفات الأمم التحدى بعد سبع شهور من الأزمة 40 تريليون دولار خسائر اقتصاد دولي و 65 مليون وظيفة فقدت تمام والأمم التحدة تشتغل على أجندة التنمين واستدامة هدف تنمين واستدامة 17 هدف نعم وهي بالتسلسل أول هدف والثاني والثالث والرابع صاروا داون مع المفروض يرتفعوا محاربة الفقر الفقر زاد بعد أزمة كورونا بالذات في إفريقيا محاربة الجوع ارتفع ثلاثة الويل بينغ والصحة نزل التعليم ذا جودة انخفض هاي أول أربع أهداف في التنمين المستدامة نعم خربت وهدو كانوا أردي موجودين كانوا المفروض 2030 خلاص الأمور تمام بالزاب لكن شوفي الأزمة كيف عملة تأخر في كل شيء شو لازمين عمل هلأ يعني لأينا إنه أدما الواحد تصرف هلأ الإشي صار حدث صحيح هون ننصح القيادات بما يلي أهم شيء سرعة اتخاذ القرار ولذلك في علم الأزمات قرار خاطئ أفضل من لا قرار آه أنجاد طبعا على أنه أنا القرار هذا بدي أعدله في ضوء النتائج على الأرض آه والميدان حاقت بعائلي أنا بدي أعدله طبعا لكن إذا بدي أنا أأخذ أأجي القرار أنا ضيعت المشكلة وارتفعت الأزمة تأثيرا ودائما للإعلام نحيي الإعلام رؤية الإعلام ينشط في الأزمات للعلم ينشط ينشط في الأزمات أول عنصر في خطة إدارة الأزمات الخطة الإعلامية أول خطة نعم من متحدث باسم الدولة مثلا في الدولة في المؤسسة من متحدث باسم المؤسسة يشكل فريق الأزمات من أربع شخصيات في فريق لإدارة أي أزمة نعم أولا شخصية قيادية مؤثرة لها تأثير لها القدرة على التحفيز لها مصداقية عالية عند الآخرين شخصية إدارية متميزة لأنه بدي ناس يعطي نتائج فالإدارة تعنى بالموارد نعم شخصية فنية متخصصة في علم الأزمة فإذا كانت أوبي أبل زمني دكتور ممارس خبرة أي سؤال نعم ولابد من الشفافية أمام الإعلام في الأزمات وإلا ستفقد هاي المؤسسة مصداقيتها والإعلام يحتاج جواب صحيح ونتيجة تقول لا تعليق ليس جواب لإعلام نعم آه لما تقول لا تعليق لا جواب فش هذا ممنوع ممنوع في علم الأزمات ضعف هاي بنشوفها كثير للأسف آه وبدك تعطي جواب طب حلا لما أنا عماني برجع لهذا النموذج يعني بعتقد الأردن في بداية الجائحة كان عم بديرها بطريقة يعني جدا أنا بلاقيها تمشي مع الشروط اللي عم تحكيها صحيح صحيح كانت دائما أفكار استباقية كانت دائما قرارات سريعة صحيح لو ما نجح القرار بتم تعديله تعديل فوري الشخصيات الأربعة اللي كانت موجودة صح فعم برجع وبقول إنه بالفعل هذا كان له دور كتير كبير بتثبيت الأمور صحيح فما صارت تداعيات صحيح يعني أنا زي مثلا دول أخرى صحيح وبالتالي كان الأردن في البداية من الدول اللي صار عليها العين نعم بالضبط بلاش نكونوا نصبنا بالعين الباب صحيح وهي الصعوبة إنه مشهد كان ضبابي يعني صحيح الضبابية طبيعية من خلال تغطيتنا الإعلامية كنا دائما نحكي إنه ما في كتية بيحكي لنا بهذا الوضع بهذه الجائحة شو لازم نعمل لأنها ما مرت صحيح فموضوع الضبابية المشهد اللي عم نحكي عنها جائحة وقيادة صحيح كامل لجميع المؤسسات وتتم التدريب عليه وأهم قرار في الأزمات استمرارية الأعمال استمرارية الأعمال من البيت من وين مكت استمرارية الأعمال صحيح 20 إلى 30% من نشاطات الحيوية لاتتوقف في أي وزارة نعم 20 إلى 30% ممنوع عوقف أعمال نعم لكن في الكوارث البط بصير أهم هدف إنقاذ الأرواح ولمتلكات اختلف حتى الأولويات وين الهدف والأولويات صحيح في الأزمة استمرارية الأعمال صحيح كثير في مؤسسات عم بتعيش أزمات هلأ صحيح مدجة التغيرات اللي حكناها يعني شو بتعطي نصائح للقادة في هذه المؤسسات ممتع لأنه حتي ظلوا مستمرين صحيح احنا بنقول دائما أن الأزمة فرصة وإذا ما تطلعت لها هيك أنت خسرا أي أزمة فرصة ودائما في علم الأزمات بتويني براكة شعالبين قوسين فيه إشي اسمه مصائب وقومين عند قوم فوائده آها في علم الأزمات الآن الاقتصاد العالمي ثابت حجمه في الأزمات يعادل توزيع بين القطاعات بمعنى لنفرض أنا والله طبعا أكثر الخاسرين كان قطاع الطيران وقطاع الفنادق والسياحة أكثر خسارة لنفرض كانت حصتها السوقية 9% من الاقتصاد الدولي من جميع القطاعات الآن مع كورونا صارت 0.5% طب بالـ 8.5% راحت راحت للتكنولوجيا والصيدلة والأدوية وحتى جماعة الديليفرين والاقتصاد الرقمي فنصيحة وبكل قوة وأكد من خلال قناة رؤية التمكين الرقمي والتوجه الرقمي وقواعد البيانات الرقمية والرقمنة لكل شيء هي أساس رئيسي الآن صحيح أشاس رئيسي صحيح والخلطات القديمة بلها معلومات مهمة وواقية شكرا إلىك شكرا جزيلا على استضبار شكرا شكرا